اينما كنتم تدرككم عيون الشعب ينطبق الامر على الطبقة السياسية في انقلاب صنعاء وكذا الطبقة السياسية في السلطة الشرعية التي باتت لأخرى تحت المجهر الشعبي اكثر من اي وقت مضى خصوصا ان القوى الشبابية الحيوية تضمن مجالها السياسي عيون الشعب تتعقب الجرائم والفساد من تلغيم المناهج من قبل الميليشيا وجرائم التعذيب وحريق ضفائر امهات المختطفين الى مسلك وزراء الشرعية الذين يرقصون على اوجاع شعب يعاني من انعدام الرواتب وسوء التغذية وقبل ذلك يعاني من سوء ضمير السلطة العين الرابعة التي تقاوم الانقلاب وتكافح فساد الشرعية هي عين الشعب وهي التي اصبحت السلطة الرابعة ان لم تكن الاولى خصوصا في طل تعطيل البرلمان المعطل اصلا حيث قامت القطاعات الشعبية بما لم يكن به نواب الشعب عندما قامت الثورة لم يكن الشعب نائما وعندما قام الانقلاب كانت عيون الشعب وافئدة الثوار في قلب المواجهة واللافت ان التكنولوجيا الحديثة فتحت المجال واسعا امام ما يسمى بعصر المواطن الصحفي الذي يستطيع بصورة واحدة على صفحة فيسبوك نقل فساد النخبة للرأي العام لا يقتصر الامر على الدور الرقابي اذا جاز لنا تسميتها بالرقابة الشعبية فثمت دور تنويري لمواجهة الافكار التي تمس صميم الفكر الجمهوري كما هي المقاومة الفكرية لمواجهة عودة المضامين الامامية ومن بينها فكرة الامامة المجهر الشعبي حينما يتابع تصرفات الانقلاب والشرعية فانه يعكس الوعي بالشأن العام وتوسيع المشاركة السياسية الذي يتلامى بشكل واسع منذ ثورة 11 من فبراير الشبابية الشعبية اسهمت الصورة في خلق رأي اعلامي حول العديد من القضايا المتعلقة بالشأن العام وباتت كاميرا الهاتف جهاز رقابة يقض يكشف الفساد المستور عن عيون الشعب ويخرجه للملأ فهل تفعل العين الرابعة ما عجزت الاجهزة الرسمية عن فعله؟ اشتركوا في القناة